أعطي الله والصلاة والسلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الشهي صدقت مهما ادرسوا، تحتوا عنه نفسه و يصدرنا مرة ثالثة الثناء فيها الحديث رحاب المصطفى engineering وقد كثير من الحديث هناك الكثير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها واحنا فاهمي الكلام في كتير من الاحاديث. يا اما فاهمي الجزء ان الحديث صح والباقي غلط. يا اما فعلا نشوفه احنا بندرس مع بعض هنلاقي ان في احاديث احنا فاهمين المعنى بالعكس تماما. يعني ممكن اللي بحفظين الحديث عن ظهر القلب. لكن فاهمين المعنى بشكل مختلف تمام. فبتال احنا في رحاب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ نتعلم دنا بشكل صحيح. وقلنا المرة فقط بس النباب يعني واذكر في ان الذكرى تفع الجمهانين لعادة لكم في حاجة نشوفنا النهاردة مشافش الحاجات انت كاتت. فنكمل النهاردة وميلتل ان شاء الله الحديث معنا النهاردة بإذن الله. قلنا ان في علامات على فريق قلنا ان اهل السنة وسط بين طرفين. فتب لكم حتة دي مهمة او. اهل السنة دائما وابدا وسط بين طرفين. اهل السنة وسط ما بين ناس وقعت في الافراط والغلوم وناس وقعت في التفريق والترك. ناس بلغت اوي في في البدع وفي الضلالة بحجة انه محب لله سبحانه وتعالى فبالغ اوي في محبة الله وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعفل في الافراط. خلاص كده مثلا يروح لقبر ولي ولا يروح لحد يحسبه مثلا من الصلاحين ويبدأ يدعوه يقول له يا فلان اشفي لي ابني يا فلان إله الله ان يرزق لي كل دي من ابواب الشركيات. فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو سأمن الرجل يروح مثلا سأمن الرجل يروح مثلا للحسين او البدوي او الدصوفي اي حد. وقال له هو انت بتعمل كده دي. هيقول ايه. هيقولت انا بحب ربطه. فجايل الرجل البركة ده. الرجل الصالح ده. عشان اخد البركة منه. والمكان ده صالح اللي اندفن فيه. فقدر الله سبحانه على فيه. فهو ممكن يكون ايه. فعلا محب لله سبحانه على. لكن فعله ده صحيح. لا ده فعل شرك. ليه. لانه لم يكن اصلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من احدث فيه. امرنا هذا ما ليس له فورد. ان يبتدع في الدين. ما ليس له ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وان الصحابة. من السلح والصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. عمل بقى ايه. مردود عليه. فهو ممكن يكون فعلا بيحب ربنا. لكن. ففين بقى هدي النبي. فين اتباع النبي. انت بتعمله ده. لفعل شركي. ففيه ناس وقعت في الافراط نتيجة ليه. نتيجة الجهل بالدين. هو بيتخيل ربنا. فينزل في الموالد بقى وينزل للقبور الاولياء وينزل يروح يتوسل ويزفح غير الله ويقصب غير الله وينزل غير الله وينزل غير الله كل دي من الشركيات. فوقع فين في الافراط. وعلى العكس. فيه ناس وقع في التفريط. يقول لك افصل الدين عن مناع الحياة. وممكن يبقى يقول لك والله يطلع الدين ده من الح وممكن يقول لك يعني مفيش حاجات في الاسلام. ده مفيش مش عارب ايه في الاسلام. وما ديشكك في ثوابة الدين. ده ويع فين? في التفريط. يبقى اهل السنة فعلا طول ما احنا ماشيين. نصر شباب. كلما الفتن بتزيد. كلما فعلا الاحتياج بقوة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والنور نور الوحيين الكتاب والسنة احتياج شديد جدا جدا جدا. اهل السنة فعلا على شعرة على حد السنف. انت خلال كده سيف? وعاني شعرة. هم كلها رسالة. موضوع بخيك قوي. عارف انت الهرده لو راحت توزن مسلا عايز تشري كم كيلة وفاح. راحت عام بايفة كهاني. هتلاقى عندهم ايه ميزان كده كبير? هتتحلى بيوزن بيها. صحي كده? طب لو راحت توزن دهن. عن رجل بتاع الدهن. هيديك نفس الحالة دي. ما هيعمل ايه? تتحلى زازو دقيق جدا جدا جدا. طب لو جد بقى مسلا تعمل مسلا الوزات مسلا او وتعمل اه حاجة اه اه اغلى واغلى. هتلاقي الميزان ايه? ادقه واضقته. فههاها قولول موزينة. يعني اه و护سن صح والغرض تقول حلالة وحراب بالميزان الفكهاني. يعطي كده بتاع كده ويقعد ايه يحط. لا اهل السنة بها ما عندهمش الميزان ت basilar. عندهم ميزان تستخيف او فتلاقي في كل المسائل وسط بين طرفين. يعني ه功 اخ Lore حاجة بسا سريع كدة باش هنخش انتفاصيله بس انا ايك ببس التخيل العامي. الفترة اللي فاتت درية تق على الشاب ان هو نطل من فوق البرج وانطخر. صح? لقيت ناس على الصباحات السوشيال ميديا ناس بيتشن في بعض. وناس بيتجرح في بعض. وناس حقيقي يعني. ناس بلغت اوي فين? في الافراض. وناس بلغت اوي فين? في التفريد. اهل السنة فين? وصف بنت رفين. انا مش عايز احنا رفوا الحتة دي عشان اقول لها حلقة لوحدها بكرة ان شاء الله يا خليبك. بس عايز اقول لك في الاخر ان اهل السنة وصف بنت رفين. هنشوف حال الراجل ده ايه? ساعة منطل من فوق البرج كان حاله ايه? كان كافر بالله? وانا كان مؤمن بالله فيبقى واقع في معصية? ده هنشوفه ان شاء الله في حلقة قادمة. بس عايز اقول لك في الاخر ان في كل المواضيع اللي احنا بنترحها وبنتكلم فيها في العقيدة اعرف دائما وابدا ان اهل السنة وصف بالناس غالة اوي وبالناس فراتة اوي. كل القضايا. نتكلم بقى عن النزول نتكلم عن الاخسان نتكلم عن العقيدة والتوحيد عن ايمان بالملائكة والكتب والرسل نتكلم على كل المسائل حتى اضقي المسائل في الفقه والشريعة. اتلاقي دائما ان اهل السنة وصلت بين كلافين. كتير. وجود لكم اعكدنا عن الموالفات و بنذكر بعضها. كتير بنتكلم عن الايمان. والايمان ده قضية فينا اوي 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 من اعزم القضايا عند اهل السنة. من اعزم القضايا قضية الايمان. فالمشكلة اللي احنا وعين فيها فين. المشكلة ان احنا كتير منا الا ما رحمه الله مش متعلم اصلا قضية الايمان. وبالتالي بقى سهلة علينا هو ايه? يقع في ايه? عكس الايمان ان ايه? ايكفر بقى. يبدأ يقولنك ده فلان ده كافر. ده فلان عمل كذا. ده فلان ده كافر. طب ده فلان كافر. واللي ما كفرش اللي انا كفرته يبقى كافر زي. ويبدأ ان ايه? الدوابة شغيرة ما بتخلص. فاحنا محتاجين نتعلم الايمان. اول حاجة باكتنا فيها اللي احنا عايزين نتأكد عن اكد عليه ونتعرق ونتعلمه ونبقى يعني واضحة الصورة في قلوبنا كويس جدا. ايه هو اصلا الايمان. قبل ما ابدأ يا اقول اصلا الرجل ده ايمانه زاد. الرجل ده ايمانه قال. طب ايه هو اصلا الايمان. نتأكد انه فيه مرة فاتت وهنا نعد عليه سريعا. حديث معانا النهارة ان شاء الله. حديث فيه كتاب الاربعين النووية. كتاب يعني جامع مانع ماتع في شرح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ويوح. عن سوفيان ابن عبد الان الثقافية قال. قلت يا رسول الله. قلت يا رسول الله. قل في الاسلام يقولك لا اسأل عنه احدا بعدك. قل يا رسول الله شيء في الاسلام مسألش حد تاني بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله فاستقر. قل امنت بالله فاستقر. ببساطة جديدة ده ديمك. خلص. انا كده لاخصلك الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ده خاصنا الدين في كلمة ايه؟ قل امنت بالله فاستقر. وده يعني الحديث المصدقن من القوله تعالى إن الذينا قالوا ربنا الله ثم اصدقانوا فلا خوفهم عليهم ولا هم يحسنين. بس هوا محتاج يعمل ايه؟ يوليي ايه قبرا ربنا الله. يبقى قبل ما يبدأ يدخل في الفقه u الشريعة ويدوس بنزين ويتعلم اباك الفقه والشريعة. النبي صاحب يقول يعمل ايه الاول? قل امانتوا بالله. اتعلم الاول الايمان دي. اتعلم اسماء ذا وفكرة. اتعلم التوحيد. عشان بعد كده تبقى لعبادة سهلة عليك. وليه كتير? بتبقى لعبادة صعبة. وتقيلة. يبقى في جيبه فلوس ومش عايز يبصدق. يبقى بصحته ومش عايز يصلي. يبقى يقدر انه يصد ارحمه ما بيصدش. ليه? لان في مشكلة عنده هنا. في مشكلة عنده في قل امانتوا بالله. واضحة الحتة دي. عشان كي احنا بيتعلم ان ايمان بالله الاول. عشان لما نستقيم على منهج النبي سوى صلى الله عليه وسلم وعلى الفقه وعلى الشريعة اللي لزمالنا ايه? واضحة لازم دي. طيب احنا بس هنعدي اه نعدي السباكة عشان حتة اللي احنا اتكلمنا فيها كزا مره. احنا هنا في كزا موضوع الحديث فعلا بحقيقة. يعني فيه مواضيع كتيرة جدا 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 جدا. بس انا يعني اجتهت ان انا انتقلكوا كام موضوع اتكلمنا فيه. اتكلمنا بكده عن اه العلم والعمل اللي هو في الجزء الاول من الحديث. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ادم والشجرة ووزء من الامان. النهاردة هنكمل باية الايمان. وايه الفرق بين كمال الايمان والايمان الكامل. وهنبدأ نتكلم في الاخر اشقاء الله نخفل بخطة الغرب. الغرب بلي خطة فعلا يتعامل معها مع ديار الاسلام ومع الشباك المسلمين. اه طبعا ليه خطة. احنا نحن نعرف ايه هي الخطة دي. عشان نعمل ايه? عشان ننفس جوم الخطة بتاعتها. صح كده? عشان نتجل نعمل ان شاء الله. ماشي? طيب. ايه هو الامان. سريع. قلنا ان الامان مرة اللي فاتت وبنبس نبس كرة. عشان لو حد كابنشوفنا النهاردة الاول مرة. قلنا ان الامان فيه اكتر من معنى السبف الصالح. قالوا تعريف للامان. من لل التعريف دي ان شيء وقر في القلب وصدقه العمر. يبقى ايه هو الامان بقى? قبل ما تكتولي الراجل ده ايمان ومهزوز. الراجل ده ايمانه عالي. الراجل ده مؤمن. الراجل ده يعرف الاول ايه هو الامان? الامان شيء وقر في القلب وصدقه العمر. يعني للاصل ان انت بقى تسمع عن الاسلام. ايه اللي حصل في قلبك المضلل ده? ايه اللي حصل? بدأ يدخل شوية نور فيه. النور ده هو التصديق. لو هو اول شيء اول شعاع نور بيدخل في القلب. بدأ القلب ينور. شيء وقره في القلب وإيه اللي حصل بعد كده? صدقهم ايه? صدقهم العمر. مين بقى من عمل اللسان وقول اللسان والجوارح وكده. طب التعريف الثاني. تصديقهم بالجنان وقولهم بالنسان وعملهم بالاركان. يبقى حصل تصديق بالجنة وبالنار وبالبعث وبالنشور وبالقيامة. اللي حصل بعد كده بدأ يتكلم بالنسان. اللي حصل بعد كده بدأ يستفقل الجوارح في ايه؟ في этимازح بالقلب. قبل معنى التالد. معنى الثلاث ده بقى هاتلاقوف وهامل يعني. ده ماشي معنا بشكل يعني بشكل كبير. ده ما Gasunes ده ماشي معنا provider的 إيه قول وعمل يزيد وينقص. دا تعريف الإيمان عشان بس دقش ini همور رايحة منك. قول وعمل يزيد وينقص. ايه هو قول وعمل يزيد وينقص؟ ك patches. قولنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عبارة عن قول وعمل. قول وعمل. اول غضبن هيخطط ديه القلب. هو بدأ يسمع عن ان itslam بدأ يسمع ان في اسلام أصلا um. اجل فوزي النهاردة عايش الهند وبلغت اسمع ان فيه اسلام وفيه قرآن وفيه نبي اسمه محمد فبلغت اسمع اسمع اسمع. فبلغت يحصل عندي نوع من انوع ايه? التصديق. التصديق. اه. بلغت اسدى الكلام اللي بسمعه. اي كلام ما تسمعه. اما انه كلام صدق او كلام ايه? كاتب. او كلام مضايح. كلام عادي او مفوش مش كده. لكن اصل الكلام انتو اسمع خبر. خبر ده ايه ما يكون? خبر صدق او وخبر ايه؟ فيه كبير. طيب انت لا تتسدق. ايو فعلا فيه جنة وفيه داره وفيه حوضه وفيه سراته وفيه شفاعة وفيه تطير صحبه وفيه عذاب قبره وفيه نعيم للقبره وفيه دار اخره هي مش يوم انت بأضيف الدنيا ومغال ده. لا هيترتب بعد الحياة ده. هيترتب ان فيه حياة مرزخية وان فيه قبره وبعد القبر ده فيه بعثه. فبالا يحصل عندك ايه؟ تصديق. ده اسمه قول انقبض. اللي هو بدأ يحصل ايه؟ التصديق. فالتولد عن التصديق ده. تولد عنه ايه؟ تولد عنه الخطوة التانية. اللي هي عمل القلب. اللي هي عمل القلب. اللي هو الخوف والرجاء والمحبة والطقوة والصبر. خلاص كده. والحمد والشكر. كل دي اسمها ايه؟ اعمال كلهم. لما انت بدأت تتعلم عن الله وبدأت توصلك الاخبار وبدأت تصدق بيها. فبدأ ايه يحصل عندك ايه؟ محبة للا. فقد راح تحصل الكون ده له خلق. فبدأت تحب هذا الخلق. وبدأت تستشعر الخوف من النار. واصل ايه؟ اصل الخوف. واصل الرجاء في الجنة. واصل المحبة. يبقى عمل القلب ده تولد عن التصديق. تولد اصل ايه؟ اصل اعمال القلوب. دي ده الخطر رقم كام؟ اتنين. يبقى كده اما سمعت عن الاسلام حصل تصديق. تولد عن التصديق ده. اصل اعمال القلوب. من صبر وشكر وحمد وطوبة ورجاء وخوف وحمد وشكر كل ده. اصل اعمال القلوب. لما حصل كده. ايه اللي حصل بقى؟ مقدرش المؤمن ان هو دخل في قلبه الايمان الا ان ينطق. ان هو قول النسان. بياشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد الرسول الله. يبقى لما قال الشهادة دي ونطق بالنسان. كده انا عندي بقى ايه؟ بقى مسلم مؤمن. طب قبل ما يقول اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله. حكمه عندي ايه؟ حكمه عندي انه كافش. يعني هو توند عن سيمة عن الاسلام. انا اعلم ان ده بواحد ده وقتي بوزي. فانا اعمل اطول الاسلام وابتع فهو من جوا كده بدأ يستشعر الليه؟ انه ان فعلا الاسلام ده دين حق. وبدأ يتوند عنده نخيف والنار وبيحب رب. بدأ يتوند عنده اصلا اعمال القلوب. وفوض الساخت. ده اقول عنيه مؤمن؟ لا. لازم يظهر الال والاسلام وينطق بالشهادتين. طب بعد كده يجي بقى الرابع والخمسة يعني دي تسبق دي مرة دي تسبق دي مرة فيش مشكلة. لو بقى عمل النساء من تسبيح وذكر واستغفار وتوبة. وعمل الجوارح حتى تستخدم بقى ايدك وردك والجوارح بتاعتك في طاعة الله. فبتغض بصرك وتمنع نفسك عن الاستماع للحرام وعندها تتكلم الا بالحلال. ببقى النساء بيستخدم جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. واضحة كده? تعالى بقى نشوف الحفة اللي بعدها. بقى ليش داشتنا هنريها يعني احتاخد قد شوية. ده حكم مرتكل الكبير. نحنك على التالي لان اللي احتاج دايما ان احنا نذكر بعض بيه لان فيه احيانا ممكن بعض الكلمات تقع مني فعلا. لو واحد النهاردة مات ولا عزو بلدها على زينة. مات بيشرب خمر. كان بيشرب خمر ومسك الهزازة وبط طرعت ايه؟ روحه ومات حركته. الراجل ده نعمل في ايه؟ راجل ده نعمل فيه. واحد النهاردة شملة ريحة الناس اتجريها اتجريها في ريحة طبعا عند المكانة مش مزبوطة لهم الناس جات كسرت دخلت لقت الراجل مسلا ايه؟ في حالة زينة ولا عزو بلدها مسلا وماسك فيه ده ازازة الخمر. مات على المعصية ده. مات على كبيرة من الكبائر. الراجل ده حكمه عندي ايه؟ رم العاصر. هنعمل كده في اي حاجة وارميه في اي حتة؟ ولا هاعمل مع ايه؟ بس خب بالك بقى حتة مهمة قوي. نزاك الله كل خير. ليه بقى؟ لان انت لو قلتلي زي ما كان يتقلق قبل كده زمان قبل ما انا اخدها. لو اتقلق اللي لا يتلم كده في اي مكان ويترمي في اي حتة. خد بالك انت عملت مع كده على ان هو ايه؟ كافر. فالكافر لا يصل عليه. لا يبسل ولا يكفل ولا يصل عليه. ولا يورس. صح كده؟ لكن انت بتقول ان هو ايه؟ مؤمن عاصر. طب لك من الالفاظ كويس جدا. هو مؤمن عاصر. لم ننفي عنه اليمان؟ لان هو مات على ايه؟ على التبحيد. مات تقول لا اله والله محمد رسول الله. بس في نفس الوقت مش هناثبت له كمان اليمان. هقول ان هو واقع في المعصية. هقول انه مؤمن عاصر. طب مؤمن عاصر ده ظروف ايه؟ يستحق يستحق. يستحق. يستحق ليه؟ العقوبة في الاخر. هو في الاخيرة عن فعل اللي عمل وسيء الخاتمة ذا. المفروض ان هو في الاخيرة ايه؟ يستحق العقوبة. ويستحق النار. ليه؟ لانه عمل زمات ومعصية ومات على سور خاتمة. يستحق العقوبة ولكن هو في الاخيرة فين؟ في ماشيئة الل pugد يخبر إلا أن يشاء الله. هو في مشيئة المنى. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن يدخله النار فبعدله. ربنا سبحانه وتعالى أمي الظلم. لأنه هو وقع في الزم ومعصير. وإذا أراد ربنا سبحانه وتعالى وشاء أن يدخله الجنة فبرحمته وعفوه وفضله. هو يقع فين؟ في مشيئة الله. إن شاء عذبه وإن شاء ايه؟ وغفره بقى. واضحة كده في حقن ومرتكب كبيرا. عيد واحد يقول لي فبقى خمس بقى. طالما أنا بقى يعني ايه؟ رجل مؤمن. ويعني قصة يعني قصة شوية زلوم كده يعني ايه؟ نخلصها في النار لو دخلنا النار. يعني شوية كده شط حزاب بس فراخرات خرى الجنة. صح؟ فب يا ربا. رتب معي كم حاجة دي. أولا من أدرك أنك ستموت على الإيمان؟ ده أول حاجة. يعني واحد لس كميل. كميل. وليس كميل للقصة. يعني ما طالما كتير واحد إن شاء الله مؤمن بإذن الله. فأه خلاص يعني لو يعفر شوية زلوم معاصي يعني موضوع سهل يعني ايه؟ هدخل شوية النار كده وقال. تقولوا اصلا مين أدراك ان انت هتموت على الإيمان؟ تظنوا لهم ليه؟ يعني هاد وقافه قدامه هو عمال أشرح الإيمان وممكن هاد وقافه. حدش عرفه. حدش آآ يعني يأمن على نفسه ابدا انه هو يظل على الإيمان. ممكن تلاقيه راجل يخطب جمعة وبيد يدروسه وي روح هنا وبيجي هنا ويجي في آخر سنتين تلاتة من عمر لعل كان في قلبه حب الشهرة وحب النياه مكانش فيه إخلاص للناس سبحانه وتعالى كان فيه دخل في عمل من أعمال الطلوب هو مشاكل أو الناس مشاكلة لكن هو في مشاكل في قلبه. طيب جاء في الآخر جاءت له شبهة شبهة دي ممكن خالته سنة والدين يغفى حوالي نفسه وفي الآخر يقول له الإسلام ده مش يديني حقه ويغفر ويموت على الكفر. فمحدش أصلا يضمن ان هو يموت على الإيمان ده واحد. اتلين؟ مان أدراك ان المعص معصية او الزنب اللي انت عملته ده. اللي انت بتقول لنا في اخرة ورجالنا صحيح. مان أدراك ان الزنب او معصية ده هيترتب عليه ما هي ت redirects عليها مليارات السنين عذاب في النار. محب بتتتكلم على الت sign. لم تتكلم على الى مال النهاية متكلم على الخلود صح ببتكلم ان الزنبت الخلاص مات انقطع قطع الوقت من أدراك ان الكبيرة اللي انت عملتها دي ممكن يترتب عليها مليارات السنين في النار عذاب على الزنب ده اللي بيسيب الصلاة مثلا بيترق الصلاة مستعد ده. nächوال يعني يقولك يعني يا ربك ربك وانا في عمار بيني وبين ربنا. يا كلام كده. فلو في عمار بينك وبين ربنا هتصمد. ومن اعرض عن ذكري فإن لهم عيشة تنضنكة ومعشوره يوما القيامة يقعني. لو انت فعلا في صلة بينك وبين الله فعلا يبقى لازم الصلة دي تبقى فيه قالت بيت ايه؟ في الصلاة اصلا. هي الصلاة سميها الصلاة لنائي. صلة بين العبد وبين ايه؟ بين الرب. فالانسان اللي بقى كان عاربي كبير وانا الي College�로 زيرا تبقى عنهнд абсолютно مبسلتinally على سهل بان يعمفش. لنحوش في عمار کو πουم ربنا قوي جدا. طبال لعمر ده ايه داد ذي مهم. ما هوش تبينه علي من الدعة.rá. شيء يمكن انت اتبها من الحياة مفيش تبينها. هل في عمار بلك وبربنا اكبر من العمار اللي كان بيني النبي صلى الله وسله ولا بين اللاهسن حان الكحال Schnee يعني اخر موصل به النبي صلى الله عليه الصلاة يتبقى عن الصلاة ولو لم يثبت على اللاهة ص الشيءетеamateln انها انقاطع على الصلاة وكان توصيلت اللي بيش اصاب ليلة ونهار بالصلاة والاحاديث والايات كلها بتتكلم عن ايه? فلتا دي يتقول لنا قلبي عامل بالامان. جلتوا منين ده? ايمان مين? ايمان ده ممكن واحد صاحبنا لكن ايش الامان لاحن نتكلم عن ايه. فهتخبك من حيات تاني مهمة. يبقى مرتكب الكبير ده يستحق العذاب. من ادراك ان انت تكون على الامان? واحد. من ادراك ان الفعل او الزنب ده ممكن يترطب عليه ملايين او مليارات السنين في النار? اتنين. من ادراك ان الز ده ممكن يكون دور كبير او ايه والله اعلم ان الدرجة في الجنة تقل كثيرا. صح؟ انت بقى عامل تتعامل انت في الجنة ايه واشي. ماذا الجنة ايه? درجات. مين قاله من فعل درعو انت بقى عدت تتمادى في ترك زنبه وترك الصلاة وترك الاركان وعامل بقى تقول اصل ربنا رحمن رحيم اصل 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 اصل. مين قالك ان ان انت بتعمله ده من درق عبادة او فعل زنب ومعصية مش هيكون دور كبير في ان درجتك في الجنة ايه? تقل. فخد بقى. بس الان بقى قوله ده عشان تاني بأكد على الشعرة اللي فيه. فيه ناس بلغت وفيه فرق وجامعات مثل الخوارج مثلا قاله المرتكب الكبيرة يكفر مخلط في النار. قتل على مخلط في النار. خلط خلط خلود ابدي. سرق او اخوك والدين اي كبيرة اللي بيحصل فيها بيخلطه في النار. احيانا ما بعض اطرق في كلامهم هو الهوامين منهم مرتكبش كبيرا. يعني اصل ترك الصلاة واحدة كبيرة من اكبر الكباكي. فويله للمصدين الذين هم عم صلاطين ايه? وادي بشهنة بيستعيز انه اقالي اهل شهنة. حلص? فويله ده ده وعيد من الله سبحانه تعالى اللي بانطرق الصلاة الوحدة ساهم. تأخير صلاة الفجر. لبعد شوق الشمس كل يوم بتبدأ يوب كبيرا. تأجيل الظهر بعد العصر كبيرة. العصر بعد المغرب كبيرة. المغرب بعد العشان كبيرة. طب هو مين فيهم اصلا لما قد مرتكب الكبيرة مخلط في النار لم يرتكب كبيرا؟ حاجة يعني سبحانه الملك الله. سبحانه الملك. ففعلا اهل السل وصلت بين الطرفين بين الافراط وبين التفريد. الشاهد لو رجله داخل الجنة في الاخر هتبقى دي النار ايه? فلوت? المنع الزمنة ده. ورب الله سبحانه تعالى اشاء ان يدخل النار هتكون نار ايه? تطهير من الزمن. لكن بعد كده هيخرج في الجنة. في الجنة. فانت حافظ على ايه? لك تبقى دركتك عالية. ما تبقى ايش بتنعبحت خمسين في المائة. وقال لها المسأل الاعلى. دخل كده واحد داخل من انتهى. فهو بيقول لك لقص رجلت خمسين في المائة. انا كده ما? انا كده خمسين في المائة بقى انا كده ايه? مجحت. ده كلام يخالف هدي النبي صلى الله عليه. انا سألتم الله الجنة فاسألون ايه? ففردوس الاعلى منها. اخلى المؤمن بالله ده همته عليه. مش عمال يقص بقى طبعا لو وقتك كبيرة وانا هاجي كده. لا. لعنده هم عالية ان هو يكون من الم المخربين اللي الله سبحانه وتعالى. يكون في فردوس الاعلى. يكون في اعلى الجنان. في اعلى درجات الجنان. ده همة المؤمن بالله. لكن بقى ان هو بالحركة الكده من ادراء. انتم بيكون قدرون بعد خمسين ولخبضة والله وعزوال والله تنفسك هايب قادم الخمسين. تبقى مشكلة كبيرة جدا. الدليل عندنا على الكارلة هن يقوله ده. ان الله لا يغفر ويشرك به وهيغفر بدون ادى كلمة يشايف. والله سبحانه وتعالى لا يغفر اليك يا شباب. واحد متع الكفر. فهن بحيط المهمة له عشان يتقال الساعة احيانا احنا كلنا حلوين احنا كلنا مقطقطين احنا كلنا عندنا دين لا ماشي حاجة مكان ان الدين عن بابا الاسلام فلو واحد سمع عن القرآن وسمع عن الاسلام دلوقتي دلوقتي سمع ولم يؤمن بالاسلام ده حقمه عندي ايه؟ ما تجيش تقولي بقى ايه بس ربنا رحمته واسع كل شيء ايه واسع ايه ربنا رحمته واسع كل شيء طبعا واحنا بننفي ده بس احنا بننقل ايه؟ كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم اذن الله لا يغفر ايه يشرق به ويغفر ما دون ذلك لم ياشاع بلى واحد مات على كبيره من الكبار والمعاسه بالله ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يغفرها لامه اذا شاء الله سبحانه وتعالى يغفر له الزم لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم انه لا يغفر ايه؟ الشركة لله احبط كنا ستبأ واضحة بس عايزتك طبعا تبشت بالشارع طبعا تقول نعم انت كافر وانت كافر لا اتودينا في المشكلة لا انا اريدك تنتبه لحاجة مهمة انت تبقى عارف العقيدة انا اريدك انت تعلم من العقيدة الاسلامية احنا مشكلة ان احنا نفسينا عندنا اضطراب وان يحصل مشكلة او يحصل حاجة فتلاقي الناس ايه وقفت كده هنجت هو صح فيه انا اريدك انت في كرارة نفسك عندك عقيدة ثابتة واضحة تقدر بينك وبنفسك تقول ايوة الطريق الصحي كده بس ده بعد ايه بعد ما بتعلم فاحنا بننقل حكم الله ولا نتقلها على الله عشان كتير بيجيلي على الصحة عندي وبيجيلي كتير على الخاص هو انت فاكر نفسك مين هو انت ربنا في الارض هو انت بيتحكم على الناس هو انت معك وكيل توكيل من ربنا ان انت تقول ده كافر وده مؤمن الكلام بيجيلي كده لا انا مقولش انا معاه توكيل ولا اي حاجة كده انا مؤمن بالله عبد لله خلاص كده ناقل لما ايه لكلام الله بس يعني ما تيجي تقول ان فجان كفر الي يعمل الفعل ده يكفر والي يعمل الفعل ده يبقى على الايمان مش انت اللي بتحكم انت مجرد ماقل نقال الله قال رسول الله واضح الحيته يا شباب ايه الفرق بقى عندي بين كمال الايمان والايمان الكامل حيته كده قالت للشطار ما هو تجاوب ليش انت مين يقول الفرق بين كمال الإيمان والإيمان الكامل وهنا ما ليسوا حاجة واحدة ان انت لو اسمعت السؤال دا وحادي بلك هل هناك فرق بين كمال الإيمان والإيمان الكامل يقول له أولا دين واحد أو على السكر الممكن يقول لي فرق فضح على دراك ما الذي يجبه؟ حتى تبس عشان الجزاك الله خالي من قصم بسعيب الأجيام صراحة جي جيب بك دور انت بك في عندنا حج아니ها كمان الإيمان وفي حاجة نسمع و活 Richtung الإيمان الكامل احنا تكلمنا في الإيمان إلى قولة وعمل عليه المملكة but c istu failati كده مش لا شمالك سريعة قلنا أن بعد ما حصل قول القلب ما حصل فيه أعمال القلوب اصل أعمال القلوب تولد اصل الذين ينتحت تولد عنده اصل الخوف من الله تولد عنده اصل الرجاع في الله تولد عنده اصل محبة الله يعني الرجل اللي بينتحر ده لو انه كان وهو في اللحظة اللي بينتحر فيها بيقول مفيش اله في الكون ده مفيش رب في الكون ده انا ما بخافش من النار انا ما بخافش انا مش عايز جنة ومط الرجل ده كده حاجه ايه اللي وقتين؟ انه كفر بالله خلاص؟ وقضح الحتة دي طب لو انه هو هو بيمط بيقول يعني شدوا لا اله الا الله وان محمد رسول يا رب سمحني يا رب اغفر لي يا رب ارضع عني هو على فكرة موقف ده حصل على فكرة في حد عرفه قريبه وحصم عكده انتحر من الكام سنة وقبل ما ينتحر نطق بالشاهدتين قال كده قال شبه الله اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله وان مط فحسب حالي هو مجلول بيبع رفع عنه القلب طب الرجل ده كان مؤمن بالله بس يمكن حصل له نصيمة حصل له ابتلاق حصل له حزن جديد فقالكم ما يقدرش يتحمل الحياة فان مط من فوق البرج وهو بيقر بالتوحيد فهنقول ان هو ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر وقتل نفسه لكن هنقول في الاخر يظل ان هو مؤمن ايه؟ مؤمن عاصر وان شاء الله بإذن الله ندعو له ان ربنا هيخفر له ويكون هو فعلا من المؤمنين والعاصر مش من الكفر طب لو انتخيل بقى واحد ده حالو انا النهاردة طلعت وقفت على المرج وقفت على الغرب وقفت في اي حتة وقفت وقعدت اقول ان انا لقى قر بوجود خالق نفيت وجود خالق ده كده يحصل فيه؟ فالناس اللي وعز في الافراط والناس اللي وعز في التفريط هم ما عارفوش حالو فانا مش بتكلم على شخص بعيده انا بتكلم عمّاته ان شاء انت عارف الحكم الحكم حسب حالو الرجل ده لما مات كان مؤمن بالله يعني مؤمن بالاسلام مؤمن بالعاصر اللبية مؤمن بالكورآن فعلا بس يمكن حصلوا مشكلة حصلوا ابتباء حد ابنه مات ابوه مات حصلوا اي حزن جديد ما ديش هتحمد قلب الحياة فأنطته هو مؤمن بالله يبقى كده مؤمن عاصر نافى اصل المحبة الله انا مش بقر اصلا ان فيه خالق من الكون ده خلاص هو كده اللي حصل قبل ما ينتحر اصلا هو كده ايه؟ كفر بالله خلاص فحسب حالي معي شباب؟ في عندي حاجة اسمها كمال الامان في حاجة اسمها الامان الكامل ومن يحصل أصلا حاجة الطريق لضباط الم harap هو كامل الامان للمؤمنين على اختلاف درجتهم والامان الكامل التي تم اخرجهاier ومن Ev Tesa يجب ان اصلا هو كده cant отнош وان اصلا هده يجب ان اصلا啊 وان اصلاف امان المؤمنين هنا وان أي من اصلاف 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 Dusucks متفاوتون فيما بينهم في ايه? في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. واضح الحتة دي. فيبقى في عندي كمال الامال اللوة للمؤمنين. لوة احنا ان شاء الله. بيزل احسبكم جميعا على اا الامال. حتى عفل معانا في الدقابة. فيه مشكلة عندي. وامر الله بيزل ده. ده للمؤمنين. يفضل يطلع 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 غاية ما يوصل بقى للدرجة بقى الشهداء والصديقين. الله اصبح حسنا اقول لها الناس بقى اللي هي وساتي تقاول دي الدرجة اللي هي بعد ايه? بعد ايه? درجة دي الامان الكمال الامان. دي حتى بعد الايه? بعد الامان الكمال. بها تحتها. عشان فيه بقى غولات الصفية او فيه بقى من الصفية بيقول ان الولي ممكن يتعدى درجة ميم? enquanto الآن دخال الخزعبالة في العقيدة. خزعبليات سنع بقى اذا انت عايزة. خزعبليات لما انا اعلي درجة الوالي ده اذا كان ولي بس هنعتبره ولي صالح وراجل كان صالح وطاقي والناس بقى عمالي خلال مقاة والكرامة الناس بترفعه الدرجة اعلى من اعلى من النبي ومشلال محمد ده كل الانبياء يجي يقولك ان فلان ده بس انت تعرفش كراماته يا سيدي كرامات ايه دولك نبي فوقر النبي بوالي ازاي يعني وين قالوا بصلا هو والي فشاكل ان كمال الامان ده على اختلاق درجاتهم يظل في الاخر هو اقل من ايه من الامان الكامل للانبياء ورسوا ده كده خريطة سريعة كده عشان يمكن مقابل الواتف هم ربوليه معايا امي ده كده عندي هرم في عندي اصل الامان في عندي اصل الامان خدوا بالكو بس من حتة دي اصل الامان ده اللي هو انا فاقول عشبسة النسان بس للتقريب للتشبيه للموضوع تاخدوش بس ايه انا مش بقول الكرآن انا بحاول اوضح لك الحاجات اللي انا عدت سنين بتعمل فيها فالنهارا من ده اللي داعكت وغادت ما مصطن لو ان واحد النهاردة امن بالله فكده يبقى كأن لسبة نجاحه كأن لسبة نجاحه عدت ال ايه عدت ال ايه عدت ال ايه عدت ال خمسين في المال ان شاء الله حتى بواحد لو واحد وخمسين في المال وعندت بقى يخبر الله بالصلاة و بالصيام و بالزكاة ايه اللي بيحصل بيه الايمان جي حصل بيه طب لو ان هو الايمان ضرب نزل هنا بواحد في المال ايه اللي بيحصل بيه يغفر يعني واحد مثلا يعني بس انا بديكو طبعا ولان مثلا اعمل بس انا بحاول اقررنوكم القصة لو واحد النهاردة لديكو في الاخر تسعة واربعين في المية يعني لم يحقق اصل الايمان بالله لم يحقق الاصر اصل ده الاصر اصل الايمان ان تقبل بالله و ملائكتي و كتب يو روسري و ان ده الاصر اصل اعمال القروب اصل المحبة اصل الخوف اصل الرجاء اصل التوبة الشكر الصبر الحمد خلاص كده ده الاصر لو واحد نقص على الاصر للدرجة اللي احصل كفر طب لو واحد كله عنده بقى في الاصل بس دي واحدة اتضربة كفر كفر مات بجزاكة بخرى حتة جدا اللي جابها طلع كده ايه عارف التكفير عارف حتة دي يعني لو ان نهاردة واحد جاء قال انا مؤمن بالله ومؤمن بالملائكة ومؤمن بالخطب ومؤمن بالرسل بس اتفكري بقى اليوم الاخر وطولي بقى جنة ونار وعزاب قدر ايش في الكلام بكده هش اقوم ان ديك. كده ايه? كده كفر. بعينه امن بالله. بس انه هو حقق فعلا الايمان بالله بحق كان هيحقق وطل اركان ايه? بحق. لانه مؤمن بالقرآن والقرآن اثبت انه فيه عذاب وانه فيه جانب وفيه نور. فازاي انت تقول يا ابوك من بالله وعندي مشكلة فيه اصل من اعمال ايه? اصل من اعمال كروبه او اصل اركان الايمان. ده اصل الايمان. طب ايه اللي حصل بعد كده? في عندي حاجة اسمها الايمان الواجب والايمان المستحق. ايمان واجب وايمان ايه? مستحق. الفترة اللي فاتنا عملت كذا حلقة متكلم فيها على ان الانسان ان وقع فيه زنبة او معصية هو مؤمن. وحصل ضرب يعني فوق دماغي غير طبيعي. ليه? ازاي تقول على الراجل اللي هو عمل زنبة او معصية انه هو مؤمن. فتعالوا انا تعلم الايمان عشان نقدر تقول هو مؤمن ولا مش مؤمن. شرحية ده مهمة اول. لان فيه ناس بتتعامل ان اللي بيقع في زنبة ومعصية ده راجل ايه? عاصر. صحيح هو راجل عاصر. بس مش مؤمن؟. مؤمن. عاصر. فمن بس الهاته دي تفرق قوي. لان انا ممكن هرده اتعامل ان انا يعني يا راجل مؤمن بقى وبصلي وبعمل بقى صداقة. والراجل ده 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 عاصر ده ده بيقع. لا انتو اللي تلين عندوه قدر ان ده الايمان. بس في واحد مسارع بالخيرات فايمانه اعلى. وفي واحد من كعب فيه ازرقه معاصر. فيظل ايمانه ايه? اقل. لكن لن ولم ننفي عنه اصل ايه? اصل ايمان. لو مات للوقت عزبه المعصية او احقق لاصل ايه? اصل ايمان هو مؤمن. بس وضح الجزء ايه ده. في ايمان واجد وفي ايمان واستحق. ايمان واجد ده اللي هو في الغالب في الغالب. زنوبه اكتر من حسناته. بل انسانه على نفسه بصيره ولو قام قام معا ديه. واحد حاله انا زنوبي اكتر من حسناته. انا ممكن اكون بشرب بالمخدرات وممكن اكون ديها علاقات محرارة ممكن اكون مبطخش الا في كنابي وممكن اكون برامي وممكن اكون عقل ابي وامي. بس يصلي خب بالك. انا قلت اشدو ان لا اله الا الله ولا محمد رسول الله. بس واقع في واحد اثنين تباتة افع خمسة تساو اتنسة عشر ووقع في ميت زنب. بس لسه بقول ايه? منقر بالتوحيد. فيبقى انا ايه حصل غالب حالي ان انا مؤمن صحيح لان انا امنت بالله. وفي نفس الوقت الزنوب ايه ايه حصل? تأقلت كفة ايه? في السيئات. فضحة كده? لكن يظ في الاخر هو كده هنا في المرحلة دي. لو مات على الزنب والمعصية ولا بيتوب. هو كده ايه? مؤمن عاصر. طب فيبقى عندي ايمان مستحدة وانا هو مقبل على الله بفعل الخير بقى وصيامه وقيامه ومنفق في سبيل الله الوقت كله في سبيل الله. السؤال هو ده مؤمن والمشمور منه? مؤمن. وده طب ايه الفرق باللي تليم؟ هم؟ نعم cómo من يونh? واحدة. ناس اتحبوا هنا في ا Herr Oakland. بس اراها ابن اللذين وديهم وبين نقول. وختروا بقبى بينكبين ؟ أناですね. اس suedadin. نفس ده بيقع في الزنب ومعصية. ده بيقع في الزنب ومعصية ده بيقع. بيقع في زنب ومعصية. وده بيقع في زنب ومعصية. بس ده بيقع في زنب ومعصية. بس ده بيقع في الزنب ومعصية. وخلاص بأنا كحدة انا اقول لك انا بص كل الناس اصلا في الزمق اشي بي ده? كل الناس عايشة بالرشوة. هبقى لا يعني لكل الناس بتزني. هبقى لا بس الكل بص انا كل الاصحاب شو هم مخدرات. مش معنى انا يعني. فده واقع في الزمق وايه? دايز بنزيل ومكمل. ما بيقفش. قبلك هو مش بيستحني. قبل بحياتة امهم بقول لانه لو استحن اخرجه في اللي. لو واحد يقال مفيش حجاء في الاسلام. ده هنقيم عليه حكم انا فلمو يا عم الحاجة بتقوله ده كلام كفري. لو اصرر بعد الايات والاحاديث. اللي احصب يكفر. بس دي مش قصتي الوقت. لو ان واحد حل الحرام او حرم حلال. اعمل في ايه? احبت المعليم. اخرجه برا المثلس ده. انا اجب انا كلم من المشموع من بالنسباتي. الخط الحجة دي بقى للقضاء والعلماء. ما كنت اتكامل لي انا عشان افاهم الحف. عشان افاهم انا مش عايز افضل ماشي على انتو كذا انتو كذا. لا انا عايز انا بقى فاهم الحفظ. لو واحد النهاردة استحل. حل الحرام خرم الحلال. ده فين؟ ده كده اخرج برا المثلس اليمان. طيب الفرق بين ده وده ايه؟ ده بيقع في الزم ومعصية وده برضو احيانا احيانا هو غالب عليه ان هو ايه؟ مخبر له. ومسارع لكن احيانا ممكن يقع في الزم ومعصية؟ احيانا لانه مش فارك بني اذن ممكن يقع في الزم ومعصية. وما لانهم خالي ادركتوا عني قوي كده وعادي منه عادي التو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقونا في السراء والضراء والقاضمين الغيب والعافينا عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها ونعمل اجروا عاملين. خب لك هما كانوا محسنين كانوا محسنين. يعني ده في درجة ايمان ايه؟ كأنك تعود الاحسان عن تعود الله كأنك ضراء فإلا ان تكون تراء فإنه يراء. ده درجة عالية من ضراجات الإيمان. والله يحب المحسنين. وبعدها على طول ايه؟ ايه صفاتهم؟ والذين إذا إذا، مش معنا كده ان انا بقول ايه اغلا معهم لا افهم كلام لا اهيات صح. افهم تدبر في ايات صح. والذين إذا فعلوا فاحشك أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وهم تابوا إلى الله صلى الله. لو هو ماشي في الطريق مخبل على الله ومر راح ده كده ايه؟ كذب كذبة جاء تكلم بكلام ده يضيق بالإنسان عنده إيمان عالي. عمل ايه؟ استغفر الله عزيزي. دخلنا نعمل خدس. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. تاب. فإن أدركتوا فيه؟ عالية. ايه المشكلة بينه وبين ده؟ ده جل انه تاب. ده مصر وده لم يصر. ولم يصروا على ما فعلوا. وهم يعني منهبة حد الجبهاني بقى. يعلمون انه هو ده ايه؟ زنب. لا ده زنب ده حرام. يعلمون انه حرام. فعل لا يوجد. مش بقول لا الزنا حلال. لا الموسيقى حلال. لا شرب الخبرة حلال. لا. هو عارف انه هو بيعمل زنب. طب هو كمان ايه؟ مش بيصر عليه. وكمان ايه؟ بيتوب وبيستغفر للباس حتى. واضحة دي كده. بس وانه بس يفهم. بس يفهم. بس يفهم. بس يفهم خير. طبعا ديمانيا زيب وياموس. طيب هو لو واحد انسان دلوقتي في ديمانيا المستحب. هنقدر نقول ان هو اسنائه اسنائه المعصية اللي هو بيرتكبها ايمان وبينزل من الايمان المستحب للايمان الولي. حسب بقى حسب المعصية وحسب قلبه. ولما بيتوب. يعني لا يعني انا مش هقول ان انا هنزله من اقل هنا. مش هنزله انا عشان ابقى عارف ايماني. ان انا لو. اكيد درجته نزلت. ازلت لحد فين? الله اعلم. اللي هنفسه لجا. ما ممكن انا عملت زمب وبعدها في عشر دقايق عتى استغفر وتوب استغفار شديد جدا جدا جدا. وان شاء الله ربنا قبل من التوم. انا هزاي عمل الزمب ده وعتى استغفر ربنا جدا. ايه اللي حصل? هو منزلش. اللي تحت قوي كده هو نزل وهو لاحق نفسه طرع تاني. فمين بس الحتة دي؟ يعني لا. بس كل اللي قدر اقوله ان اي حد في اي ضربة لما بيعمل زمب. ايه اللي بيحصل؟ عشان كده الايمان يزيد ويرقص. اقبل على الله بالصلاة والصيام والزكاة والانفاق. ايه اللي بيحصل؟ ما غضش بصر ومتفرج على حاجة حرام او اتكلم بحاجة حرام او ايه اللي حصل؟ فالايمان عمال ايه؟ اللي اغلب حاله. اللي بيتوب للاه ويعقول للاه سبحانه وتعالى من فوق. ده اللي اغلب حاله فين؟ هو في ايمان المستحق. طب اللي اغلب حاله وحياته في معاصي وزنوب ودايز بانزيل ويصر عزبه في معصية وما بيتوبش. ده اغلب حاله فين؟ لكن هو اجمالا الايمان بيزيده. ويقص. فالإسان البحريس ان هو يزيد ايمانه باعمال الخير والبرن والتعادل من العلم. انت عادة تتعلم مع المشارك. ايه اللي بيحصل محبوط في ايمانك؟ مفترض. انه هم بيزيد. وانه تتعلم الله خالى الرسول تبدأ الدين يوضح لك. ايه اللي بيحصل؟ محبتك لما بتزيد. خوفك من النار بيزيد. رغبتك في الجنة بتزيد. فالي بيحصل؟ بيحصل زيد. نفس القاعدة ده احنا عادين دواتي على كافية. وفيه قناة موسيقى شغيرة وفيه بناة رايحة جاية والناس عالة بتشايش. وعادين بلعب كوتشيلا. طب ما انت عايز اين؟ اكيد بيس؟ اكيد بعد الجلسة اللي انت تقعدها دي. تلات اربعة ساعات. اعاد الجلسة بالممزر ده مع صحابك بالممزر ده. اكيد ما تقول ليش انه يزيد. فيه ايمان اصلا. لا فيه ايمان. لا فيه ايمان. بس يا صدي في الاخر. لو الاساب قزم. انت عمصابك كده مثلا بعد العصر. المغرب قزم في المسجد اللي جاب بالكافية. حد ده نادرا يعني. حد من الناس اللي عاد اقول لك يا ام صدي. نسيب الاستميشن ولا نسيب الكوتشينا ولا نسيب. اقول لك ام مفرج على. لا هتلاقي. فيه منشاط كورو اخده وقتنا. فممكن تخش العصر في المغرب في العيشة وانا مش قادر اسيبه الكورسي. اصلا لو قمت اسيبت الكورسي هتاخد. فيفوت الصلاة عشان ما يسيبش الكورسي. فهي الفكرة كلها. انت تحاول تخلي نفسك في بيئة صالحة. عشان البيئة دي والصاحبة الصالحة بتاغتك فيه بتعديل. فتخلصك انت ممكن دلوقتي. كممكن دلوقتي. ليه بقي واحد صاحبك بيكلمك. يقول لك يا الله. هننصهر صهرة حضرة. واحد تاني يقول لك يا الله. هنروحنا ناخد درسة عين. ده صاحبك وده صاحب. انت المفروض بقى. المؤمن كيس فاطن. فدي بقى عنده ادراعك وعنده بعض. فانت فعلي اختار صاحبك. لان الصاحب صاحب. اما الجنة واما المرء. او مرء عدديني خبير. فلينظر احدكم ما يخال. واصبر نفسك عم عددينة. لأقونا رباهم بالغداة والعشان يريدون وجهة. ولا تعدوا عيناك عنه. فبقى انت مركز في بيتك وفي نفسك وفي حال قلبك. ممكن قلبك عايز عايز نروح في حتى بعيد. عايز يروح في معصية. تبقى انت مكتفه ونصابر على الصبر على المعصية ونصابر على الطاعة والعبادة. وتفضل نكمل مع الصحبة صالحة. فواضحة بس كده اجمالا. طب اني بعد كده ايه؟ ده كده الايمان الايه؟ ده كده كمال الايمان. ده كمال الايمان. الايمان الكامل اللي هو ايه بقى؟ ايمان الانبياء ورش. تخلي انت بقى انا مجيب انا السان بني ادم عاجي والي. واقول ان الوالي ده ده عدى ده وعدى ده وعدى ده وعدى ده. فهمين بس الوالي؟ ان انا اعلى بدرجة الوالي ده لدرجة ان انا عديه كمال الانبياء والرسل. واقول ده عنده كشف وعنده رؤى. ويشوف منامان ويشوف حاجات. مبتاكش انتبهش الانبياء ولا حاول او القوة الا بالله. فقط الحتة ده مهمة جدا لها ده هي. الفتن شديدة؟ صحيح. الفتن شبهات. فتن شبهات. طب انت ماذا؟ اعمل ايه؟ لما كنا فتن شديدة او كده؟ احيي. فعل الله ايجا حد فينا مهاردة. حتى يعني هو عن طرق هو يعني عبطاق اللي بسك مبايل ويجرر ما يفتح انفيس ويجرر ما يفتح مش عارب ايه يلاقي حاجات تلعطه ايه ايه يا سادخ تلعطه ايه طبع هو يفضل في حلقة المجاهدة دي عطول اه هيفضل في حلقة المجاهدة عطول والذي ما جاهده فينا لنهدي انهم سبولانا وانهم بعرب عن مصير هتفضل في حلقة المجاهدة دي لغاية اخر نفس لك في احاول دايما انت امركز مع قلبك ان لما يقع في زنب ومعصية ومتوب نفض اللومك من الحفرة اللي وقعت فيها وكمل طريق وارد لك تقع في حفرة وارد لان دي طبيعة الطريق مسافر الاسكندرية من هنا لغاية اسكندرية اجيد هبط في حاجة اخد مطابق جديد شوية الاقي في حفرة نزلت فيه دي طبيعة الطريق دي طبيعة الطريق فالشيطان مش هيسيبك هتفضل احتلكنا ضرورية وليس سيسيبك على الطريق هذا المجال مستقيم وعادل لا انا جاء ما دي حسب الناس وان يتركوا وان يقولوا امنا وهم لا يفتلون لازم تفتسن ولازم تفتلون لكن ايه ؟ ولا نبلونا لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصدق يو رب رسو تعالى يقدر سعيد اختبار ويقدر الابتلاء ليه فلا يعلماتنا الذي له صدقه ولا يعلماتنا الكادمين يو رب رسو تعالى يختبرنا ويبتلينا صحيح لكن انت لازم تكون حريص على ان انت تكمل اهدنة الصراطة المستقيم وتبقى فعلا صادق فيها اعمل ايه؟ انا اكون الفتن شديد امي فتن شبوحاته وفتن شهواته واحد انتحر وانا مش عارف تبدأ الراجل ده كافر تبدأ الراجل ده بيشتد في الاسلام تبدأ الراجل ده بيخضع في البخاني ومستن تبدأ بياسوب امهات المؤمنين تبدأ بيقول ايه ده؟ ايه ده جماعة شبوحات شديدة امي فتن شديدة امي اعمل ايه؟ السبيل السبيل ببساطة جديدة حتى لو ظهر فيك لوهلة ان دي السفينة دي عاملة ازاي؟ اذا بتقرأ محمد تحت اديمة ايه؟ اديمة ايه؟ اديمة ايه؟ اديمة السفينة يظهر للوهلة الاولى انها ايه؟ اديمة ولكن انها ايه؟ لاتينة يظهر للوهلة الاولى ان يعمل الكلام ده كلام قديم كلام قديم كلام ما بقاله 1400 سنة عايزين لديك التكنولوجيا والحادثة ما سترعت بقامر وانت عمل تقول لي ادخل لجلي من الحمام والله اخفو بجلي الشمال ولا ادخل المسجد ازاي؟ ما سترعت بقامر وانت عمل تقول لي كل بيمينك وسب الله وكل ماليك ما سترعت بقامر ايه؟ صحيح؟ ينظر للدين على ان هو ايه؟ قديم كلام قديم قوي موضة وبطلة الناس النهاردة في الفتاح تكنولوجيا صحي كده؟ لا هي ممكن يظهر من الوهلة الاولى انها قديمة لكنها متينة عشان كده احنا بنقول كتاب وسنة بفهم سلف الامة كتاب وسنة بفهم سلف الامة لان ممكن نهاردة ناس كتير تبقى بالطالب بالحداثة وبالتغيير وهو في الاخر يقولك المركب قديمة احنا عايزين لأفكار جديدة عايزين نجدد الدين فيبدأ يتفدأ من الأفكار الايه؟ من القديمة او الكلام القديم لان هو كلام السلف الصحابة والتابعين احنا كاهد سنة بقول لا احنا واقفيت بالمرصد كتاب وسنة فهم سلف الامة هتتكلم على اي موضوع هنرجع نشوف الصحابة قالوا ايه؟ هنرجع نشوف النبي صلى الله قالوا والصحابة ايه؟ والصحابة فهموا الكرد ازاي؟ والتابعين فهموا ازاي؟ والتابع التابعين فهموا ازاي؟ فالسفينة خطة صغر رواهنة لها قديمة هتنخد بالك هي متينة لان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تركتوا فيكم ما انتمسكتوا به لم تضرنوا بعدي ابدا كتاب الله وسنة فيك زمن فتا النعمة دي يا رسول الله امسك في الكتاب والسنة بايدك واسنانك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينة من بعدي وعدوا عليها بالنواجس امسكوا فيها بايدكم واسنانكم النواجس هي اعلى الدروس امسك فيها تك عليها لان الحبل فلت منك هتغل فمسك فيها بيدك واسنانك باتسبوهنش فانجاة في وسط الشبهات والفتن دي الكتاب والسنة بس لك فهم سلا في الاول اخر جزئة بس ان شاء الله هاختر معكم بها هي خطة الغرض بشكل عام فيه خطة موضوع من سنين حقيقي يعني ان ازاي بشكل عام وهو الامر وان كان فيه اساسي اختصادي ان العرض يريد ان نصيفر على خيرات البلاد ففيه فكر اختصادي بشكل كبير ان انا يظل برضو العقيدة محكمة ان فيه تدافع بين الحق والبطر فيه خطة وفيه خطة عشان الشباب النهاردة يبقى مقطع بانطلون وانبين البوكسر بتاعه من وراه وانما يجي صلي الصلاة دي صحيحة وانا صحيحة ونبدأ ان نرجع للمشايخ وراجب العورة المغلزة بتاعته ونبدأ نفش في كده الشباب ده اللي النهاردة عنده خمستاشر ستتاشر سبعتاشر ثمانتاشر عشرين سنة ولسه لتعامل معاه على انه هو مراهق ومعليش يفوليه السيادو قد صغير ده عنده عشرين سنة لا ده كانوا ستتاشر وسبعتاشر وخمستاشر وكانوا بيجوا ايه قادوا قادة جيوش قادة جيوش ستتاشر سنة اعطي الجيش فمتخيل؟ يفتح بلاد بجاهد في سبيل الله وانا عندي النهاردة الشاب عنده عشرين واثين وعشرين سنة وخمسة وعشرين سنة ويا حبيبي يصحق ما نصنبيش حاجة عمالي وما فيش صدق والدنيا بنخبطة مع بعض لسه حد كان بيعكيلي مبارح واحدة ستة عندها يدمها لسبعة وعشرين سنة ما بيصليش اطلاقا بقالو سنين وقالو سين ما بيصليش ورافض ان هو يعمل اي حاجة في الدنيا مش عايز ان يعني هو بعد ضغطه وبعد وبعد بدأ يعني ايه يشتغل كده وظيفة يارضه كم ساعة ويرجع والدنيا كلها مع صحابه ومش عايز يتجوز ومش عايز يتجوز ومش عايز يتجوز ومش عايز عارف اللي هو ايه يعني ايه ما تتحلنيش اي حاجة ما تتصوش من اي حاجة فاهم بس الجاو ده؟ الجاو ده فعلا ان شاوية طالع النهاردة الا من رحم الله مغيب فيه حاجة من الغيبوبة طيب احنا عزنا نعرف الغيبوبة دي اسبابها ايه؟ عشان نعمالها ومعاملها نعمالها بقصة نعمالها نعمالها بقصة مصر يا شباب فيه خطة حقيقي والخطة دي لها خطوات كتيرة ايه بس دي من اهم الخطوات ان انت اضرب السوالت وبعد كده انشر الفحشة اول خطوة لغة العربية وانت مهاردة داخل بتسيطر على دول اسلام انا ده عايز سيطر عليها نتيجة ده فيه مشاكل في العقيدة بيني وبينك انت بتقول ان انت الحق وانا بتقول الحق فبنتخلق مع بعض او امور اقتصادية انت عندك دكترول وعندك وعندك وانا عايز سيطر على الحياة اللي عندك فاول حاجة عشان اعملها اعمل ايه؟ من اهم الثوابت لغة القرآن مع السنة بقول ان القضية كسبانا 100% والمحمد عيف احنا ضعف نحن نبنغ التوحيد والعقيدة والقرآن فلغة القرآن اللغة العربية يعني كان في حيث التحديدة سبحان الله يعني سبحان الله موقف حصل معي من سنين شكرا احنا خركة لولا موقف حصل معي من سنين كذا سنة خارجنا واحد قريبي عايش فيه عايش فيه السعودية خلاص خارجنا وعرابي وخليل كلها مع بعض في مطعم المطعم ده نزللنا المنيو في حجمة الاسعار في حجمة الاسعار دي حبرة عن قسمين قسم عربي وقسم ايه بيرش فبنت ريبناتر عندها كم سنة؟ عندها تقيمة اتنشر سنة اتنشر سنة اتنشر سنة اتنشر سنة اتنشر سنة صغيرة يعني الراجل نزل وزع اليه الجرسول وزع المنيو عادينا نحن العادينا فهي اللي جيب من نصبها قدر الوحيدة اللي جيه المنيو بتاعها عربي بس جزء الهجلش كمخطوع من المنيو وهي كانت قاعدة قدامي فهم عادنا كده كل واحد يشوف هاكو الايه ومشعاف ايه وتعرف انت وجعلين بس يعني ايه كل واحد عن يشوف هاكو الايه ومشعاف ايه وانا ببص كده الفعيني عليها لقيتها ايه كده اكون محتاسة عمالة تقليه كده واتجيبه كده وانا بيريه بده اقوله ايه ايه فى ايه ومشعاف ايه فلس انت مشاهم ايه القصورين incrementم اخطار حاجر بعد يضحك ومشعاف ايه شوفت يا عام الجيل انت عزامة عندهم وانت قليل دور كبير او في انه بيريه اكتب عندها 12 سنة عام بمشعاف اتكرار عربي في السعودية مشعاف ايه لغات في السعودية طب ايه اللي حصل مشعاف اتكرار عربي طب يعني اتكرار كرار ازاي هتخلق حديثة الدابس هتصلوا بالزالي. انا عليت عندها قوي ان انا داخل حاجة يعني ملتي ناشنال وداخل حاجة يعني جمدة جدا والجهادة بتاعتها يعني احسن جهادة في العالم. ولما تخلص هتاخد شغل بالملايين ناشا. بس فين بقى نقول العربيين؟ فين القرآن؟ فين الدين؟ في السعودية بيحصل كبه؟ في مدارس؟ فين بقى لغات؟ فين السعودية؟ الأولاد بقى نقول العربي. فأول حاجة عبينها ايه؟ نضرب الله عربية. فأنت تخلص وتخلص تحديث الاسلامي فأنت تقول لكم رجال حول النصور وافلما تتحدث في كلها. وحاجة المجميلة والأحاديث الموضوع والأحاديث المجذوبة وهذه التي يعليها. وانسأ فكر بالمناقل من التاريخ الاسلامي. من سهر مطربي على غزوات الرسول ومطربي على أفعال الصحابة. ومطبي على ان يبقى فيه عزة نفس وان كما قال عمر ان هذا الدين انه بقى عزة بالاسلام فإن انت غير العزة في غير الاسلام اذن لنا الله انت ربنا عزك بالاسلام فانت لما بعدت عن الاسلام اللي حصل اذن لك الله ثانية حاجة تعملها ايه ادرب ان ادرب التاريخ ثانية حاجة بربع الدين نفسه اصلا كده ادربت النغة فاصلت عملت فاصلة عنه في النغة العربية وبين الاحديث وانه هم اصلا يعرف اقراره خلال لو ويسك المصحط كده يبص فيه كده كايمك بالظبط باسك حروف صيدي مش عارفت اقراره واللي يعني كويس شوية هتلاقيه بيها تلاقيه عسل بس الاستحالة اعرف ايه فاصلت لمعاني الكلام وزاكنه اصلا مش عارف اقراره في ادرب لغة العربية ادرب التاريخ الاسلامي ادرب ايه تسديد بك بالعربية بجرد عاليك بك فاصلة الاجياء اللي طلع عن اللغة فاصلتهم عن التاريخ هعطلوه في الايه فالعقيدة بقى والثوابط هو أخبرك هو شغال معك بان مسليل يعني هو ما دخلش طاربه في العقيدة كده من يوم نيوم هو شغال عمل خطة وعملها لنا واحنا بكتاهدين ااوي 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 في تنفيذ الخطة يعني هو مسلا عمل لنا حاجة كده وهو كان شفلي اوعي وانه ما عيش في فاكتة محتاجة تعجيه انا محتاج اعجي عجلة تلك لكي اعمل لك الخلطة مزبوطة تشوف الأجيال اللي تطلع عن نهاردة الشباب اللي عنده 12 و 13 سنة وانت طالع تلاقي لعبة بابجي ايه بابجي دي؟ خربت الدي تلاقي لعبة مش عارف ايه خربت الدي تلاقي مش عارف نزل مش عارف ايه اللي علبة اتناهوسة بيها للنهاردة بالساعات يوعب السبع ثمان تسع عشر ساعات عاللعبة ما بيقومش طب يا بدي فين صوتك فين دينك فين مفيش احنا ماشي عم خطة الهامة جميلة في ضرب الدين الاسلام ضربة العقيدة بقى والساواك ابدأ بقى اطلع ناس تظهر لي في كل مكان يتكلموا على ماذا؟ كدو مع ضربة العقيدة والدين والتشريك في البخاري والتشريك في البهرية وسب الصحابة وسب مهات المؤمنين ومحمد بقى يضرب وعن الدنيا خلاص الدايرة بقت ايه؟ طبعا الشجيل اللي طالع دي طالعات للنهاردة ولا بيعرف لها ولا حاجة عن تاريخه ولا ولا ايه؟ وكمان فتحته ده السوداء دي فتحتها عن بحري عن بحري عنده عشر سنين حدواشر سنة مسك تليفون ترمل والنهاردة كان مكرا وحداس مهاردة كان مثل خمسون جنيه مثلا هنجل جهاز مستعمل ووقت عنده عشر سنين معاجه هاز مستعمل بخمسمائة جنيه خش بيه على قفل والحاية ويتفرر بيه على مكرارات وافتح بقى الشات خلي الولاد يتكلموا مع البناتهم تفتح البحر برنامج كده نازل بقوة قوي الفترة اللي فاتت اسمه اسمه ايه هما بيصوروا في غاني وبيعلموا في حاجات كده غالي فيكتوك لا غالي فيكتوك في واحد تاني لايك لايك وهم البرنامجين دول او غيرهم بقى كمان دي مصاير والله انا بقول البرابج دي قنبلة موقوطة في ديار الاسلام بس احنا نشاهدين بنا ان كل كم يوم كنت انا وزوجتي في مطعم ولانا تبعت شباب ضربين شعروفة الخلاط ودخلين في قلب المطعم والله اقصر بالله احنا تفزعنا حصل فزعة في المطعم كل داخل وقعد وصرخوا 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 وصريخ شديد وطلع في الاخر ان هم ايه الناس قلت ان هم ايه يعني سريخ بجد يعني انا قلنا فيه كارسة يعني احنا من يثور تاني علMobile وأقعض يتحكوا ياتوا وان تإخدهم مطعم بعد ما فعلا انا ركب يستعد يعني لو هناك مصيبة سريخ شديد اهده مصيبة بص ايهده لالشباب سبعتاشر امانتاشر سنة دخلagit شعروف خلاط وموقفه ومدخلق قطع من الجباب والله اخرcies كوارس والله تستطيع ب atravفي ايه النهاردة من ضمن الحلقة يعني تلاقي في زوج وزوجك بدون ذكر اسمات من فترة طلع على اليوتيوب واحد ومراته بدأوا يعملوا حلقات معينة عشان ياخدوا لايكات وياخدوا شير والناس تبقى معاكبة بهم عفكرة احنا بنساعدهم يعني احنا لما نتفرق على الحاجات دي وبنعمل لهم لايك عليها وبنعمل لهم شير عليها ونعد نضحك ونهرق وبعد كده اليوتيوب تيجي تدينه فلوس فهو بيليه نفس الله طب انا اشتغل ليه بقى وانا حلم اهوز الفور وعمل اه مراتي اعمال كل شوية اكشف حتة من جسمها والناس بتدي نايكات ويوتيوب تدي في يوز طب انا انا عايزي تاني النهاردة خلال بس الشهر ونص اللي فاته حقيقي ده حصل خلال الشهر ونص اللي فاته او شهرين اللي فاته كم ازواج بدأوا يعملوا نفس الفعل ده طب ما تيجي حبيبتي احنا كمان بنطفع على اليوتيوب ونصور ونعمل حاجاته وخلاص وعد بقى كل ما يجي لك بقى جيوز وكل ما يجي لك عدد مشاهدات كل ما هتاخد ضراراته اكتر خراب يخصل في المجتمعات المسلمة حقيقي النهاردة اللي بيقدم حاجة نفعه بقى تقول ايه ده جده وفي المقابل اعمل ايه؟ ونشوله فحشة وما اللي حصل بقى انا انطلاعني النهاردة شف ولا اعرف حاجة في اللغة ولا اعرف حاجة في التاريخ ولا اعرف حاجة في الدين ووقته وقته وقته اهول شيء عليه اهول شيء عنده اللغة عبطة يعني بيت تقول له ايه اسهل حاجة عندك؟ اللغة عبطة ايه اسهل حاجة؟ مع ان الوقت ده هيتحسب عليه الوقت ده ربنا اقصى به الوقت ده الناب خصان قال فيه نعمتان مغبون فيهما كثير ومن الناس الصحة والفراغ ده نعمة كبيرة جدا ربنا اقصى في القرآن وخالة والفجر وليال عشر وخالة والعصر ان الانسان لا فيه خصر والضحى ربنا اقصى بالاوقات اسأل حاجة عندك اللغة فمالها ايه؟ ضائع وقته سهل ايه؟ اللغة ولا اعرف لغة ولا اعرف تاريخ ولا اعرف دين وكمان واقع في الرزيلة والفواحش والزنوب والمعاصر انت عايز انت منتظر ايه من الاجيال اللي طلع عنه؟ كان مهمشة جدا 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 الا برحمة فانا بذكر نفسه اياكم بالمؤتمن على زوجة او مؤتمن على ابن او مقبل على زواب يطاق الله يا خباب من الحالات دي ما يتعاملش مع الناس كلها تعمل كده هو مين النهاردة بيجعلقها عربية؟ هو مين النهاردة بيحقشون القرآن؟ هو مين النهاردة بيصلي؟ ما الناس كلها تحتش؟ لا انت تطاق الله وابتهد طب لو انت في الطريق وقعت تعمل ايه؟ قوم ونفض هلومك باللغة زكا انت وانت وانت واشي في الطريق وقعت في حفرة تعمل ايه؟ طبيعي انك تقع في حفرة وارد وارد ايه ذا يفعله في حجرة؟ وارد انه يقع في حفرة بس لما تقع في حفرة ما تديش فرصة للشيطان يخش بالبادر يردم عليك لا قوم على طول وتوب واستغفر ونفض هلومك وكمل الطريق الى الله سبحانه وتعالى دي فوقت فان ايه عن الحديث كانت عن شروط قبول العمل الفرق بين العقيدة والتوحيد كيف نحطط الإيمان بالله ان المسلم كان شجرة وزور الشجرة العقيدة والتوحيد الشجرة نفسها هي الشريعة واباب الفطر ثمرة الشجرة هي المعاملات والاخلاف وكلمنا عن الإيمان وعن خطة الغرب واليروت مع المسلمين في الاخر بس كده ان شاء الله حاول بس ان اسأل سؤال واحد في اي اضافة في اي استفادة؟ بس في اي اضافة في اي استفادة؟ في؟ ان شاء الله جزيلا وكل خير صلاة تعالى ان يعدلنا ما ينفعنا وينفعنا بمعلبنا اللهم اقتلنا بذنوبنا اللهم ارحمنا وارتعالنا اللهم تجاوزنا خطيانا الرحمن الرحيم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واخرنا عذاب الناير رب العالمين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلاة ومباركة على رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وكزيكم الله خيرا السلام وعليكم واسلام